موسيقى كل شكر وتقدير للزميل المدعى سلطان شامسي وكذلك لمعد هذه الفقرة زميلنا طبعا محمد الياسي زاكم الله خير وما قصرته مشاهدين النجاح في العمل والإقبال على الأداء الوظيفي بروح إيجابية مهارات ينميها قائد الفريق من خلال العلاقة القائمة على التشجيع والثقة المتبادلة مع موظفيه وهي عوامل إن اجتمعت في أي مؤسسة لابد أن تسطر نجاحا ملموسا يرتقي بكافة العاملين بها الحديث أكثر مشاهدين عن موضوع القيادة بالمشاعر وأثرها في التمكين الوظيفي يسعدنا نرحب بضيفنا في استوديو صباح الشارقة الدكتور أكالب الأزيز الراوي خبير تطوير موارد مشاريع صباح خير وحياك الله معنا دكتور صباح نور حياك الله يحطيك العافية ومساعدة حياك الله أجمعين إن شاء الله الله يسلم دكتور في البداية خلق قبل أن أدخل تفصيلا في الموضوع خلقنا نتكلم عن الصفات التي يجب أن يتمتع بها قائد فريق العمل للارتقاء بالعمل الوظيفي يالله بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هناك كثير من السمات أو الصفات أو الخصائص التي ينبغي أن يتحل بها القادة أو المديرين في تعاملهم مع الموظفين في مقدمة هذه الصفات أو السمات هي كل ما يمكن أن يشجأ أو يحفز أو يمكن الموظفين على أن يقدموا أفضل ما لديهم من إمكانات أو قدرات أو مهارات في بيئة العمل ممكن نتحدث عن القدرة على التأثير ممكن نتحدث عن مهارات التواصل أيضا الذكاء العاطفي مسألة جدا مهمة لدى المدير أو القائد مجموعة صفات أو يمكن القول تشكيلة هذه التشكيلة تلعب دور جدا كبير في تحفيز الموظفين أو العاملين على إعطاء أفضل ما لديهم من قدرات أكيد ونحن نتكلم عن نقطة مهمة اللي هي الصفات اللي يجب أن يتصف بها القائد كونه ربان يقود طبعا موظفين لتحقيق التمكين الوظيفي فشو الصفات اللي لازم يتصف بها أي قائد أو أي مدير مؤسسة بداية ممكن القول أن المؤسسات أو الوحدات التنظيمية هي عادة تكون بقيادتها بمعنى أن صلوحة القيادة صلوحة المؤسسة أو صلوحة القسم أو صلوحة الإدارة على اعتبار أن القائد أو المدير هو الذي يقود بيئة العمل بالمجمل ما هي السمات أو الصفات اللي ممكن تأهل المدير لتمكين الموظفين هي حقيقة مجموعة صفات أتعبر عن الثقافة النفسية أو الثقافة السيكولوجية التي يجب أن يتمتع بها المدير بمعنى لو نضرب مثال بسيط في مسألة وممكن تكون في هناك أمثلة أخرى في قضية التواصل مع الموظفين في هناك أنا ممكن أتواصل مع الآخرين عن طريق ما يعرف بالأذنين في هناك ما يعرف بالأذن الثالثة الأذن الثالثة حقيقة هي القلب الفكرة أن المدير عندما يتكلم مع الموظف هل هو يتكلم معه عن طريق إعطاء مجموعة معلومات هذه المعنوات ممكن يفهمها الموظف لكن يبقى السؤال هل الموظف يشعر فيها هل يحس فيها لأن هناك جزئية الأحاسيس أو جزئية المشاعر لدى الموظفين التي هي مع الأسف ممكن أن نقول بعض المديرين أو بعض المسؤولين حقيقة يقومون بإهمالها ممكن هذا الإهمال يكون مقصود أو غير مقصود هذه مسألة أخرى لكن الفكرة وما فيها أن المدير يجب أن يتعامل مع الموظفين على أعتبار أنهم بشر لهم مجموعة أحاسيس لهم مجموعة مشاعر مثل هذه المشاعر ممكن تكون قلق حب توتر حزن هذه الأمور حقيقة إذا يتم إهمالها من قبل المدير معناها أن بشكل أو بآخر حولت الموظف من إنسان إلى مشين إلى آلة هذا هو التفصيل الذي يحتاج إلى أن يكون مفهوم من قبل المديرين أو المسؤولين بشكل عام أتوقع أن يكون في ذكاء عاطفي من صلح التعبير مصطلح الذكاء العاطفي التي تفضلت فيه كما حدد دانيل جولمان الذي يعتبر من أشهر الكتاب الذي كتبه في الذكاء العاطفي تم تحديد أربع مناطق أو أربع عناصر تحدد مفهوم الذكاء العاطفي هي فهم الذات والتعامل مع الذات فهم الآخرين ثم التعامل مع الآخرين فلو تلاحظ حضرتك مفهوم الذكاء العاطفي يبدأ بفهم الذات وينتهي بالقدرة على التعامل مع الآخرين فالقدرة على التعامل مع الآخرين صارت هي النتيجة أو المحصلة التي ينبغي الوصول لها من تطبيق مفهوم الذكاء العاطفي نعم وفي بيئة العمل بعد ومنين نتكلم عن العمل فاللاحظة العمل يعتبر روتين يومي ممكن أن يقوم به الموظف بشكل يومي لين ماتي فترة يحس أنه مل من هذا العمل أو قام أنه ما ينجز وما يوصل وما يحقق هذا النجاح كيف ممكن أن نحقق التوافق بين الإدارة العلية والموظفين بحيث ينشر الإدارة أو تنشر الإدارة الطاقة الإيجابية لكل الموظفين وهو التحدي تقريبا لذكرتها حضرتك في الكلام أنه كثير من الموظفين عندهم السعادة العمل هي عبارة عن بصمة حضور ثم بصمة انصراف ثم استلام راتب في نهاية الشهر ويأتي بعد مثلا خمسة عشر أو عشرين سنة يقدم على التقاعد وبعد ذلك ينتهي الموضوع نحن حقيقة نريد أن نبتعد عن هذه الصورة السلبية لبيئة العمل كيف ممكن يتحول إلى واقع العمل إلى صورة إيجابية هناك مجموعة عوامل ممكن نمط القيادة المتبع المناخ التنظيمي طبيعة العمل عدد ساعات العمل طبيعة السملاء هذه المنظومة يبقى التحدي هناك ما يعرف بالتوافق الإيجابي هذا التوافق الإيجابي هو ممكن يكون بين الإدارة العلية من جهة والموظفين من جهة أخرى ثم بعد ذلك هذا التوافق الإيجابي ينتقل في تأثيره إلى المتعاملين أو إلى الجمهور صح هكذا الفكرة وما فيها أنه أي موظف حتى يكون ممكن يحتاج إلى مجموعة عوامل يحتاج يكون ممكن علميا أو أكاديميا هنا نقصد فيه التأهيل أو الشهادة العلمية الموجودة عنده التي يجب أن تتناسب مع طبيعة العمل هذه واحد اثنين هناك التأهيل المهاري أنه يكون ممكن من خلال تمتعه بمجموعة مهارات وقدرات مهارات صحيح هناك النوع الثالث الذي هو التمكين النفسي أو السايكولوجي التي هي فكرة أنا كموظف أحتاج أعرف هل المدير أو القائد هل يشعر فيه؟ هل يحس بإحتياجاتي؟ هل عارف أنا ما أريد فعلا من هذه الوظيفة؟ لأن الموظف حقيقة هو ما يريد فقط من وظيفته أن يعمل ويستنم راته في هذه الشهر هذا أسوأ شيء دكتور يمكن أن يقع فيه الموظف شكرا لوجودك معنا دكتور وإن شاء الله الحديث أكيد بقية في هذا الموضوع أنه بالفعل موضوع كبير وشامل ومهم في تطوير المؤسسات بشكل عام شكرا لك الدكتور راكان عبدالعزيز الراوي خبير تطوير موارد بشرية على هذه المعلومات القيمة متواصل معكم بعد هذا الفاصل بقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة